هنا دفن الوالي العثماني أحمد مدحة باشا ومن هنا تخرج العلماء والأدباء في مختلف العلوم الشرعية جامع الأحمدية أو جامع الميدان واحد من مساجد بغداد الأثرية يقع في جانب الرصافة شرقي ساحة الميدان وبناه أحمد باشا نائب السلطان سليمان باشا الكبير عام 1796 وسمي الجامع نسبة إليه عانى جامع الميدان التاريخي من الإهمال حاله في ذلك حال أغلب المواقع الأثرية والتراثية في العراق يستعود آخر عملية ترميم للجامع إلى العام 1976 أولا تخصصات مالية ماكو أثنين هم ينسى مثلا بخليني ستة شرطة بالجامع ستة فيه مليون ونص احسفها انت هذا اني لو كل شهر يرمون منطقة بين اشي يساوي بجايا الجامع ساوي انا مو ضد الشرطة لا لا الشرطة لهم غير مكان مرتادو الجامع يقولون إن وزارة الأوقاف في حكومات ما بعد 2003 أهملت هذا الجامع باستثناء عملية ترميم خجولة عام 2010 فنظرة سريعة على الجامع تكفي لمعاينة هذا الإهمال فهذا قديم كل شيء سموه هام لي فالمفروض أن الأوقات تجي على الخطيب لو على الخدم الجوة تسألهم شنو نقص لعزكم شنو هاي تعرف الأوقاف هي مقاصرة إلى تاخذ من الدولة وتعمر وتبلغ مساحة جامع الميدان نحو 2600 متر مربع وللجامع ساحة شرقية واسعة ومصلا مرتفع عن الأرض تعلوه قبة بنيت بالحجر الكاشاني الملون وبجانب هذه القبة مئذنة عالية ولونة بالأحجار الكريمة